اشتركوا في القناة إن أكرمكم عند الله أتقاكم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى إذن العلم والتقوى أهم وسائل التفضيل وحيث إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وأفضل الخلق أجمع لذلك الله سبحانه وتعالى جعله أعلمهم وما من علم أنزله على الأنبياء إلا وعلمه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأنه إذا آدم عند علم لنفرض ولم يكن ذلك العلم عند الرسول محمد صلى الله عليه وآله لكان في ذلك المقدار آدم أفضل والله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك أراد أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وأفضل الخلق وهكذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله جعل الأئمة أفضل الخلق أفضل من الأنبياء وأفضل من الأوصياء إلا الرسول محمد صلى الله عليه وآله فهو أفضل الأولين والآخرين إذن فلأن الله سبحانه وتعالى أراد تفضيلهم بعد رسول الله لذا جمع جميع تلك العلوم لهم